باينت آراء الأحزاب المشاركة في لقاء اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي عقد اليوم بين من أشاد باللقاء باعتباره خطوة إيجابية قامت بها الحكومة لوضع الأحزاب بصورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد كون الأحزاب جزءا من مكونات نسيج المجتمع الأردني بينما اعتبر البعض الآخر أن اللقاء شكلي فقط طرحت الحكومة من خلاله استعراضا لواقع الحال وأرقاما دون إشراك حقيقي للأحزاب أو الأخذ بوجهات نظرها حيال القضايا المختلفة المزيد في تقرير مراسلنا جورج برهم باشرت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال لقائها اليوم ممثل الأحزاب الأردنية بعرض ما بجعبتها من أرقام وإنجازات قامت بها خلال الفترة الماضية من عمرها وقدمت اللجنة أبرز الإنجازات التي نفذتها لإزالة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن بهدف إعادة التوازن الاقتصادي الوطني للمحافظة على القيمة الشرائية للمواطن الأردني أما بالنسبة للمشاكل الأخرى فهي ستعمل على معالجتها واتخاذ قرارات مؤجلة كان ينبغي اتخاذها منذ سنوات وذلك للنهوض بالاقتصاد الأردني وتسهيل الاستثمار أعتقد أن الحكومة لديها الني الجادة والنواية الطيبة لفتح حوار مثمر ليس من باب العلاقات العامة بل في محاولة الوصول إلى نقاط التقاء بدورهم أبدى عدد من أمناء الأحزاب تخوفهم من أن تكون مصير مخرجات اللقاءات مع الحكومة الذهاب مع الريح دون أن تسفر عن اتخاذ خطوات فعلية لتطوير الحياة الحزبية غير متجاهلين بأنها خطوة إيجابية وتحدث لأول مرة وهي لقاء الأحزاب مع أي من اللجان الوزارية غير أن غالبية الأحزاب تشكك بمناجدية هذه اللقاءات ما احترامي للمحاولة اللقاء مع الأحزاب الآخرين لكنها فشلت في تحقيق ما هو مطلوب المطلوب هو أن يكون هناك بحث في السياسة الاقتصادية حقيقة لا سيما وأن بعضهم قال بأن الحكومة تكتفي بعرض الحال الاقتصادي وعرض أرقام معروفة لا إشراك الأحزاب بالحلول الاقتصادية التي قدمتها بل تعدى الأمر ذلك فقد اعتبره آخرون أن هذا اللقاء لا يتعدى كونه إلا تبليغا لهم بالخطوات المتلاحقة في رفع الأسعار وصفة إياه بجولات التعرف والعلاقات العامة وعدم مراهنتها على الجولة وعلى هامش اللقاء وقعت مشدة كلامية تخلى لها شتائم بين النائب عبدالهادي محارم وأمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي بعد انتقاد الشوملي تعديلات مجلس النواب المتمثلة بالجمع بين راتبين ومساواتهم براتب الوزراء اللي صار أنه أحد النواب ثار لأنه حكينا الحقيقة قدامه وثار ودافع عن حاله وكأنه مجلس النواب هو علمائج من القمر بأخذ ثلاث تلاف دينار تساؤلات عدة طرحتها الأحزاب أمام الحكومة وخاصة في ظل الحديث الوزاري عن أن الإجراءات الحكومية أحدثت توازناً اقتصادياً فيما ترى الأحزاب والشارع الأردني أنها أحدثت خللاً في المجتمع الأردني وطلبت الأحزاب من الفريق الوزاري ضرورة الأخذ بمقترحاتها للخروج من الوضع الاقتصادي المتهالك في المملكة وإن المواطنة بحاجة حكومة تساعده على العيش لا حكومة جيبايا جورج برهم قناة رؤية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر